اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعظم منهم كيف ترضي الله سبحانه وتعالى وان تجعل نصب عينيك ان الله خلقك فسواك واطعمك وسقاك وامتن عليك وهداك وانه ليس هناك احد له نعمة عليك اعظم من نعمة الله عز وجل عليك تفكر في حق الله فتجعله اكبر هم تحمل في هذه الدنيا ومن فرق قلبه لله كفاه الله كل شيء ومن فرق قلبه لله تولى الله امره ان تعلم ان الله الذي ادعوك لحفظ حقه انه ملك الملوك ففر من الله الى الله وعظم حق الله واستحي من الله الذي خلقك ان يرى منك ما لا يحب او يسبع منك ما لا يرضى واستحي من الله سبحانه وتعالى ما دامت فيك العافية ان تستغل هذه العافية في غير طاعته او تنتهك بها حدا من حدوده او تضيع بها حقا من حقوقه فانكسر لربك واستدم الخوف من الله والخشية لله فانك ان فعلت ذلك فتح في وجهك ابواب رحمته وجعلك من السابقين اليه فمن خاف الله واستدام الخشية من الله عصمه الله بعسمته فاذا اتقيت الله حقيقة التقوى فقد اديت حق الله سبحانه وتعالى ورأيته واما الامر الثاني فحق نفسك التي بين جنبيك فهي امانة مستودعة وهذه النفس تسعى في فكاكها وخلاصها من النار فاسعد الناس في هذه الدنيا من زكى نفسه فاسعى في فكاك هذه النفس من عذاب الله عز وجل وعتقها من النيران وذلك لا يكون ولن يكون الا بتوفيق الله ثم بفعل فرائض الله وترك محارم الله فإياك ان تضيع امرا اوجبه الله عليك وإياك ان تنتهك حدا حرمه الله عليك وارحم هذه النفس ارحم هذه النفس ولا تعذبها بمعصية الله فإنه إذا دعاك الشيطان إلى أن تجنح بها إلى الحرمات فاعلم أنك تسعى في هلاكها وشقائها ودمارها ومن الوصية بالنفس لا تعذب نفسك ولا تحملها ما لا تطيق سواء في الدين أو في الدنيا فلا تبالغ في التدين حتى تعذب نفسك ويسلك الإنسان مسلك المتنطعين فقد قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون فإياك أن تضيق على نفسك بدينك واستقامتك فتغلو في هذا الدين وتعذب النفس فإذا كان الدين يأخذه الإنسان بشدة ويضيق على نفسه ويحرم نفسه ما أحل الله لها فهذا مما نهاك الله عز وجل عنه ترحم هذه النفس في أمر الدين وترحمها في أمر الدنيا بأن لا تعذب النفس باللهث وراء هذه الدنيا يكون الإنسان في متجره وسوقه فيسهر الليالي ولا ينام ويتعب جسده حتى تصيبه الأسقام والآلام كل هذا من أجل أن ينال الحطام الله الله في هذه النفس فإياك أن تعذبها فإذا حفظت حق الله وأديته على الوجه الذي يرضيه وحفظت حق نفسك التي بين جنبيك سعيت في أداء حقوق العباد أولها وأعظمها حق الوالدين فتبر الوالدين وتحفظ حق الوالدين في جميع أمورك وشؤونك ثم حقوق إخوانك وأخواتك وقراباتك ثم حقوق جيرانك وأصحابك إذا عاشرت المسلمين فكن مسلما حقا قد سلموا من لسانك وزلات جوارحك وأركانك إياك ثم إياك أن تخرج من بيتك وفي قلبك غل على مسلم إين استطعت أن تمسي وتصبح وليس في قلبك احتقار لمسلم ولا ضغينة ولا شحناء فأنت بخير المنازل عند الله إن استطعت أن تنادي نفسك من هذه الساعة لأن تحاسب هذا القلب فلا يدخل فيه للمسلمين إلا حب الخير لهم وحسن الظنب بهم وستر عوراتهم وذكرهم بالجميل وغض النظر عن زلاتهم وأخطائهم حتى تكون كما ينبغي أن يكون عليه المسلم الحق إنك إن فعلت ذلك أفلحت وأنجحت اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا تهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأمان تهدينا لأمان تهدينا لأمان تهدينا لأمان اشتركوا في القناة